السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جبنا موضوع موضوع الساعة هو مش موضوع الساعة هما ساعات فاتوا ساعات موجودين وساعات جايين هاد الموضوع هاد لي ما كي يطرح منه تشي واحد هاد السرقة هادي لي كيتسرق بها اي واحد يعني موضوع سرقة لي كيتسرق اي واحد كتمر عليه لكن هالطريقة جديدة جديدة هالطريقة كنتمنا انكم تسمعوا وتوزعوا وباش الناس تعرف يحرفوا كيفاش يحطوا السيارات ديالهم هدي واحد السيدة جاية في سيارة ديالها ووقفت على طريق باش تعبر طريق الشنطي باش مشي لجهة تانية يمكن عندها غراض يمكن عندها المهم الكاميرا ما شدتش فين غدا هاد السيدة يمكن بنك يمكن متجر يمكن محل يمكن بيت المهم حطات السيارة ديالها وبالخفة ديالها على طريقة ديال الناس جميع كتعملها انها كتنزل من السيارة من الباب ديالها القدامي وكتبرمجها الاتجاه اللي غادين ليه وكتشديدها ترد هالور وكتسد بالمفتاح الالكتروني السيارة ديالها مجرد مدارة هاد السيدة هاد الحركة حتى السيد اللي غادي باش يسرقها ناوي يسرقها وصطادها وكان حاطف راسه اي سيارة غادي توقف وجي قدامه وجي قدامه هاد السيدة واحد صاحبه وره وهو جي قدامه مجرد ما وركت اياع المفتاح الالكتروني هو انتهز فرصة وفتح الباب اللي هو في الجيهة دياله يعني خلى المفتاح تحكم على ثلاثة البيبان والباب الرابع اللي حل هو ما تحكمش فيه المفتاح الالكتروني وبقى مفتوح رد الباب كأنه مسدود ومشاعل الطريق اللي غادي يفاهي قطعات الشنطة ديالها وداز تلقى مع صاحبه اللي كان جاي لجيهته وبقوا غاديين وكيشوفوا الاتجاه ديالها لانه واحد غادي يسرق حل الباب والاخر اللي غادي يسرق كان حاضي للمرافين غادي يدخل باش يعرفوا الاتجاه ديال المرافين دخلات باش يحضيوها وواش غادي تنتابه للسيارة ولا لا المهم بقوا غاديين واحد اربعة ولا خمسة ديال الخطوات ورجعوا واحد بقوا وقف كيشوف ولا حر اللي يفتح الباب دخل وهز الشنطة ديال المراف اللي هي كنقولوا لا احنا الساك هزو هز الاشياء اللي كانت تحتوي فيه والاشياء اللي في جنبه سد الباب ديال السيارة وزيد في حاله طبعا للمرا مني غادي ترجع ما غاديش تلقى السيارة ديالها مفتوحة وما غاديش يطح على بالها انها هي هابطة او كون بغا تساك ديالها غادي تدي معها هي هابطة بلا ساك يعني السيدة اكيد مش هتقديش غارات غير خفيف وغادي ترجع من سوق الحط ديال هاد الشفارة اللي هم عندهم سوابق كبيرة انهم سرقوا السيارة في مكان موجودة فيه الكاميرا شدتهم صورة وكانت في هادا كل الوقت الشرطة ديال منطقة تمارا نواحي الرباط كتقلب على بعد الناس اللي في هاد الميدان هادا ديال السرقة اللي هم مش فارا كانت تقلبهم دير عمليات مشيطية واسعة ومجرد ما السيدة بلغت على الامر بعد ما انتبهت الساك ديالها اخدوا الكاميرا شفوا شفوا الوقعة في الكاميرا وتعرفوا عليهم لانهم دوي سوابق سابقة المهم الله يرضع لكم اللي عنده شي سيارة وبغي يمشي البنك او بغي يمشي المتجر او بغي يمشي شري شي حاجة يحاول ما امكن يحطها قريبة مش يحطها في الضفة التانية ويمشي هو الضفة التانية لا يحط في التجاه اللي هو غدي يدخل ليه مش غدي يحطها في واحد المسافة بعيدة كينبعد الناس اللي فيهم واحد واحد ضاهرة انه يلا بغي يمشي لواحد الضنقة كيحطها في الضنقة اخرى يطرى اللي يطرى ما كي يجيبش لها الخبار بحلها تسيدها دي حطها بعيدة حتى ولو انتبهت تبغي تجي تجري مثلا تشدهم او تستنجد بشي واحد يكونوا هم اجراوا رفعوهم رجليهم لانه مباقين شباب صغار ما بين ثلاثة وعشرين حتى سبعة وعشرين اللي بغي يمشي لشي بلاسة حتى لما حطهاش قريبة وما لقاش البلاسة لانه ما نقدروش نحكمه على البلاسة لانه ما شاء الله ولا كل شي دير سيارات يوقف حتى يسد السيارة ويدور بيها ويسد وينتابه لجنابه حتى مني كنكونوا غادين را كنكونوا غادين واحد المسافة وكندور وكنش شوفو جنابنا وكنشوفو شكل يتابعنا وكن عاودوا نزيدوا واحد المسافة وكن عاودوا ندوروا نشوفو شنفس الشخص اللي كانت تابعنا واش مازال جاي في نفس طريق باش غي كانت تفدى وراه لحاضي الله ولكن الانساني لا مش احتى نتابه ونبه وربي بالعقل دياله لانه احنا بشر كلنا بغاديين نغي بالعقل ديالنا ونتنبهتي بالعقل ديالك رال الله سبحانه وتعالى ليش دير لك هذا العقل فوق راسك باش انت غادي وانت حاضي راسك راه لحاضي الله ولكنت غادي وانت حاضي راسك ربك عينك اشنو في هاي لوقفات والسدات في السيارة دياله ومشات هي غادة ودورتي دياله من لور يعني ما دل تفتتش حتى لانه خلاص نزلات شبعانا هي السيارة دياله احنا ما غاديش لومها ولكن هدي قاعدة خيبة كيدروها بزززج ليلة الناس كنتابهوا اليوم كي اللي كيطلع قاع في العمارة وكيسد كي اللي كيمشيل مثلا داخل شي بلاصة وكيخرج يدي عد كيسد علاش بشوفوش المفتاح خدام ولا راها زعمارة عن بعد خدام ولا عن بعد راني عندي وحد الميزة ولا عندي وحد الانجاز دايرو ورا كلها الناس ولا زدبرة ما قولوا السيارات بالبصمة كتسد السيارة ديالك مني نجي تحل لك تحلها بالبصمة ديالك يعني نرى مشي هديك المفتح الالكترون نرى شي حاجة راجة ما بعدو حويش خرين ده بالحسن الحض لديل السيدة انهم هدش فار تشدو ولكن احنا خسنا ناخدو عبرة ونعرفو الغلط اللي صار صار من صحبة السيارة حطتها بعيدة وممكن ما تحطاش بعيدة وما نوقفوش هدك غلط ولكن دورتي ديها وستدت وزادت يعني ما نتبهتش حتى تاوي لو جاع غدي تدور وتشوف ما غديش تقدر تشك وإنما غدي تنتبه وتهز السك ديالها والسيكان ديال العيالة بالأخص كنين بعد الناس اللي كيحطو فلوس كان عرفا ان الناس كيحطو فلوس مبالغ كبيرة بالماليين كيحطوها في السيارات وكيلين العيالات كيهزوا السيكان ديالهم نهز السك صغير نتحكم فيه وندير فيه البطاقة ديالي وندير فيه الفلوس ديالي ولكن تعندي شي حاجة ديال الفلوس كتيرة نعرف راسي بالله راني هزاش حاجة ونغني نحافظ عليها ونمشي حتى نوصلها عن قديل الغارة دلقور را تيقول المثال اللي يزربوا ماتوا ايب شوية نهز هذه الحاجة ونحطا ونعود نرجع هذه الحاجة ونحطا وكيلي كيهزوا حتى المبلغ كبير عنده وتيقول لك شفار شمها لا هو رغيز مسألة حد ولكن تلك تعطي ذك الحد كانت منه تستفيدوا وتكون عندكم الإفادة في هذا الموضوع اللي صار اليوم اثنين بمدينة التمارة وتنتابهوا بزيف ولكم جزيل الشكر على الاستيام